بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما كلمنا مع حضراتكم مبارح في أمور كثيرة جداً تخص النادي الأهلي أهم حاجة عجباني خلال هذه الفترة وحتعرف هنا ليه كنت بقول هذا الكلام اللي أنا بقوله خلال هذا الأسبوع الأسبوع ده والأسبوع اللي قبله تحديداً حضراتكم حتعرفوا إحنا ليه لما بنتكلم إحنا بنتكلم بهذا الشكل وبهذه الكلمات وبهذه الطريقة لأن كله في وقته وليه دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم بثقة وليه دايماً لما بنيجي نتكلم بنتكلم لأنه في النهاية أنت بتخدم النادي الأهلي ما بتخدمش حد آخر أي حد في قناة النادي الأهلي بيخدم النادي الأهلي ووجه مهوره فقط فهناك بعض الأمور اللي ممكن أتكلم مع حضراتكو فيها ناحية اليمين وهي مش ناحية اليمين ده أنا بتكلم عن وطبعا مش ده مش عشان خاطر جمهور النادي الأهلي ولكن ده علشان التكتك اللي أنا قلت لحضراتكو عليها مبارح في اللي النادي الأهلي بيعملها يعني النادي الأهلي بعض الجمهور بيسألني هو النادي الأهلي حيجيب فلاني لفلاني بقول لهم ممكن يجيبوا ممكن ما يجيبوش ممكن جدا يكون النادي الأهلي رامي اسم فلان الفلاني ده علشان هو بيخلص في حد تاني خالص غير ده والناس كلها بتروح على ده وتبوز له في ده وبتسيب التاني خالص فهو عمل ما يخلص ويعمل وكل حاجة تخلص هنا يبتدي يبان بقى فأنا أكتر حاجة بتسعدني أن أنا ألاقي خلال الوقت اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم احنا بقلنا أسبوع بنتكلم عن أو بعد نهاية عقد ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي بقلنا أسبوع أو أكتر شوية الناس كلها بتتكلم كل يوم في اسمه مدير فني للنادي الأهلي وكل يوم اسم المدير الفني ده بيتغير ولكن إعلان اسم المدير الفني اقترب وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده مبارح إعلان اسم المدير الفني اقترب إمتى حنقول لحضراتكم من خلال قناة الأهلي ومن خلال مركز الإعلامي للنادي الأهلي هي دي القنوات الرسمية اللي بتخص النادي الأهلي بالمناسبة ولما تاخد معلومة حضرتك يعني كمشاهد أو كجمهور أهلاوي هتاخد معلومتك الرسمية من خلال يا قناة الأهلي يا المركز الإعلامي الصفحة الرسمية للنادي الأهلي غير كده صدقني كل ما يقال هو أكل عيش واجتهادات محمودة دي مش مصادرة على حق صحفيين أو إعلاميين أنا بقول اجتهاد محمود بالمناسبة عشان كده الناس من حقها أن هي تكتهد وعادي جدا أن هي تكتهد كويس ولكن بالعقل طبعا عشان كده دايما النادي الأهلي بيعمل حاجة اسمها التكتك في الصفقات هتقول لي عم أنت هتوعب بقى تقول لنا تكتك في الصفقات وتكتك في الملعب ومش عارف إيه لا هذه هي الحقيقة اللي حضرتكو هتعرفوها خلال الأيام اللي جاية مش بعيد الكلام اللي أنا بتكلمه مع حضرتكو ده هتعرفوا تأثيره خلال الأيام اللي جاية أنا متأكد أن جمهور النادي الأهلي فاهم وواعي كويس قوي 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 للكلام اللي أنا بقول ولكن بما أن إحنا سبعين ثمانين مليون أهلاوي فمعظمهم بياخد كلامي أو بيتفرج على قناة النادي الأهلي فإحنا اللي بيتفرج على قناة الأهلي ممكن يبقوا مية مثلا مئة مليون فالعشرين دول بيبقوا إيه؟ أنت يا أخر أو يعني ناس معينة حضرتكو عارفينه فالناس دي بتقعد تسمعنا علشان تشوف وتبني على اللي جاي مستنية تستنتج معلومة تسمع كلمة هنا تبني عليها حاجة تسمع كلمة مع نهواند والكريم الصبح تاخد عليها حاجة أو تبني عليها حاجة تسمع مع محمد سعيد وأمير هشام تسمع مع أحمد سمير تسمع مع أسامة حسني تسمع مع المهندس عادلي والأستاذ إبراهيم تسمع مع أحمد أسامة ومحمد فارس تسمع مع محمد السعيد أو هيسم السعيد وتلاقي نفسك الدنيا بدأت يبني من هنا حتة ويبني من هنا حتة وبعدين يبتدي يحارب في الجزء ده فممكن جدا تكون هناك أمور معينة بيستخدمها أو بتستخدمها مجلس إدارة النادي الأهلي أو النادي الأهلي بلاش مجلس إدارة النادي الأهلي في مفاوضاته لإتمام أموره أنا عايز إيه؟ أنا عايز اللعيب الفلاني خلاص هو ده اللي أنا عايزه أروح أجيبه إزاي؟ وإمتى؟ وفين؟ دي بطريقتي طريقة أنا مش إسلام طريقة النادي الأهلي وبالمناسبة التكتم ده اللي حضراتكم شايفينه واللي أنا سعيب بي جدا جدا واللي ابتدى كل الناس ابتدى كل الناس من جمهور النادي الأهلي اللي هو طبعا أنا متأكد أنه في ظهر فرقته وفي ظهر إدارته لكن الأكتر أن كل الناس اللي لا تنتمي للنادي الأهلي وما بتشجعش النادي الأهلي بترد تقولك إيه؟ هو إحنا جماعة مبارح يقولك أسلم مدارف فلان الفلاني أول مبارح اسم تاني أول أول اسم تالت واسم رابع واسم خامس لغاية النهاردة الناس مش قادرة تقولك أنا عندي المعلومة 100% هل أنا معرفش اسم المدير الفني؟ لو كان النادي الأهلي تعاقد مع مدير الفني؟ وأنا أعرفه مش أنا لوحدي وسامة حسني أعرفه اللي قابلي قابله أحمد سميري أعرفه قابله محمد سعيدي أعرفه كل الناس اللي في خانات الأهلي ولكن في بعض الأمور وفي بعض المواقف أنت بتفضل أو مش في بعض في الغالب يعني بيتم تفضيل مصلحة النادي الأهلي على مصلحة أي حد تاني مصلحة النادي الأهلي على مصلحة الصبق في أي شيء مصلحة النادي الأهلي أنه يبقى الناس كلها شايفة أن النادي الأهلي بيشتغل بشكل منهجي وبشكل مؤسسي هي دي المصلحة اللي احنا بننظر لها ها دائما.